يا أيها المدثر قم فأنذر وتحدثنا عن قضية تخصيص ذكر الإنذار في قول الله تبارك وتعالى قم فأنذر وأن لكل مقام مقال كما يقولون فالمقام هنا في بداية وحي الله وفي بداية إنزال القرآن عظيم مقام إنذار ليتبين لنا أن التخلية مقدمة على التحلية قم فأنذر لكن الإنذار إنذار عام لا بد أن نفطن إلى هذا قم فأنذر ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وربك فكبر آه نقلته من قضية الآيات نقلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية تكليفه بالإنذار إلى قضية تكليفه هو تكليف الرسول عليه الصلاة والسلام بتكبير الله تبارك وتعالى تكبير إيه؟ تكبير الله لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وإله العالمين وربك فكبر بالنص على قضية الربوبية وربك فكبر الله قلت يا سادة وأقول دائما ما أحوجنا ما أحوجنا إلى فقه مفردات القرآن العظيم مفردات القرآن وتقول لنفسك كده المفردة دي ليه ربنا سبحانه وتعالى نص على هذه المفردة ليه ربنا ذكر المفردة دي نص على مفردة الربوبية في هذا المألة وربك النص على مفردة الربوبية ولم ينص على مفردة الالوهية تقول لما كل واحد أقول لك لا 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 ليس هذا بالقول السديد إنما كل مفردة في القرآن ونأت دائما أعاود الحديث مع قضية تدبر مفردات القرآن العظيم لما وراءها وأمامها وخلفها من دلالات عجيبة تدل على عظم شأن هذا القرآن وعظم شأن منزل هذا القرآن سبحانه وتعالى الذي يجب الإيمان به ويجب الإيمان بما أنزل سبحانه العظيم وربك النص فعلا على مفردة الربوبية التي تدل على معنى الحنو معنى التربية والرعاية معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة تربية الله تبارك وتعالى له من الذي رباه من الذي ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه هو ربه الذي رباه هو ربه الذي أدبه هو ربه سبحانه وتعالى أدبني ربي في أحسن تأديبي سبحان الله عظيم ولهذا نص ربنا سبحانه وتعالى على قضية الربوبية بل وخضية الربوبية والاختصاص قالوا ربك ولم يقروا ربكم الله سبحان الله عظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم لكن هنا نص ربنا سبحانه وتعالى على قضية إفراد الرسول عصلا بالربوبية وربك للدلالة على معنى التشريف والتكريم ومزيد الدلالة على نعمة الربوبية ربوبية الرب سبحانه وتعالى بالنسبة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربك قالوا ربك ايه وربك فكبر كبر عظم ربك يا محمد عظم ربك يا محمد في كل وقت وفي كل حين وفي كل أمر وربك فكبر يبقى لا تكبيرة ولا تقديسة ولا تعظيمة ولا إجلال إلا لربك بلغ الناس هذا بأن الرب سبحانه وتعالى رب العالمين الذي خصني بهذه النعمة هو المخصوص بالتكبير والتقديس والإجلال إذا في هذا التخصيص دلالة فعلا على أن على الناس جميعا أن يفطنوا إلى هذه الحقيقة أن المكبر والمعظم والمقدس هو ربنا سبحانه وتعالى وربك فكبر ولكن حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وربك فكبر كبره في وقت معين ولا في كل وقت وربك فكبر في أي وقت في أي ظرف في أي كذا في أي وربك فكبر وما عداه لا تكبر لا عظمة له أصنام آلها معبودات إنسان وربك فكبر ويلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى كما يقول علماء اللغة قدم ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرب على ذكر الفعل فعل التكبير وربك فكبر هو العبارة 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 هكذا كبر ربك لكن يقولون قدم ربنا سبحانه وتعالى لفظ الرب والمفعول به وأخر الفعل والفاعل للدلالة على معنى الاختصال